برش الميزين توقيع بيرود بتبلش الحركة عنكم فما غريب نكون فيه أبكير أو تحسوا حالكم متناشتين شوفوا عنا بهذا الأسبوع بدايته كتير حلوة نوعا ما نهايته معقول لكم شوي بطيئة يعني فيه يومين رح بيكونوا أحسن من غيرهم خلونا نسمع ونشوف تانين التالية والأربعة تانين اتنين وعشرين التالية وثلاثة وعشرين الأربعة وعشرين الأمر موجود ببرش السرطان المائي عم بشكل مربع مع برشكن عم بشكل مربع مع برشكن من أعلى نقطة عندكم بالدائرة الفلكية يعني فيه احتمال أنه التانين ثلاثة والأربعة الظروف عندكم تكون متقلب شوي ضغطة شوي بسبب موعد بسبب أوراق بسبب معاملات أو بسبب مشروع أو مسؤولية عندكم إياها كان بالشغل أو معيالكم وينما كان لكن الشمس الموجود ببرش القوس رح تعطيكم الهمة والقدرات الفكرية والجسدية لحتى تحل حلوة لذلك تتحل حل لكن بيكون تتابعوها وتشتغلوا معا شوي الخميس والجمعة الأمر بيكون ببرش الأسد وأصلاً هو بيوصل لبرش الأسد يوم الأربعة ساعة ستة المساء توقيت بيروت وبالتالي الفترة من ستة المساء توقيت بيروت الشتوي يعني فينا نقول تقريباً من حوالي الصبح أو الظهور يلي متابعنا من القارة الأمريكية الأمر بيصير برش الأسد كل الخميس وكل الجمعة نفس الشي وهي أفضل فترة فلكية لحتى ما وليمش الميزان يحلح له أشغالهم يخلصوا شغلهم لمهم لهذا الأسبوع هايدي نصيحة لألكم اشتغلوا تابعوا أموركم تواصلوا مع الناس أصلاً أنتو بتتواصلوا مع الناس لذلك هنا لك طاقات حلوة بتقدروا توصلوا لها وبتقدروا تشتغلوا عليها من خلال تعاون أو بسيطة ما تشتغلوا لحالكم ما في أي مشكل الأمور بتثبت والأمور بتتدبر والناس هتتفاجأوا بعض الأشخاص يلي ما كنتوا متكلين عليهم أو كنتوا نسيانينهم بتلاقيوا أنه فجأة هاو الأشخاص عم يتعونوا معكم هون تخلص الأشغال المهمة الصعبة لألكم هيدا فلكية ليه؟ لأنه سبت والأحد الأمر رح بيكون موجود ببرج العذراء يلي هو البرج قبل برجكم لذلك رح بيكون فيه عنكم نوع من فترة كتير بطيئة رح تتفاجأوا فيها ورح تشوفوا أنه شو هل عطلة الأسبوع البطيئة اللي ما عطيتكن شيء ما عطيتكن نتيجة سبت والأحد 27 و28 الأمر برج العذراء ابتهده الوثيرة تزهقوا ما قلتكن شاعة تتحركو ما قلتكن شاعة تروحوا مطرح المشاريع التي ي feelings البعض منكم يمكن يلغيها البعض منكم يمكن يؤجلها البعض منكم يمكن يغيرها الشغل الحبيب كنتوا تشتغلوه بيعة الأسبوع تحسوا حينكم ما قلتكن شاعة حتى تشتغلوا لذلك يلي لازم تتعملوا ويلي ما سمع كلامي ويلي ما اشتغلوا uais قبل шагchieden الخميس والجمعة بدوا يحمس حالو لحتى يخلص شغلو وإلا فيكن تتركوه يمكن للتنين للتلاتة لما الأمر بيصير ببرجكم هذا إذا بتقدروا المهم سابتوا لأحد بعضوا عن المشاكل تبهوا لصحتكم التأخير فيكون من نصيبكم لأن معتد أسبوعكم تنتبهوا طالعين من البيت معكم غراضكم تبهوا من البلبلة تبهوا من التغييرات تبهوا من التأخير بالسفر كل هالأمور هايدي أو حتى المضايق ورادكم صحتكم دايما ما تنتبهوا لا مش بس موالي برش الميزان كل العالم تذبه لصحتها بهذه الفترة هلأ هلأ أخطوا فكرة عن هذا الأسبوع الخميس والجمعة هني الأفضل زحل والمشتري بيعطوا تأثيرات كتير حلوة لمواليد 1-2-3-17-18-19-أكتوبر هيدا كان الأسبوع بدي أتمنى لكون أيام حلوة نلتقم على الأبراش اليومي للمزيد من التفاصيل باي باي